السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء طلاب الصف الأول للإعدادي درسنا لهذا اليوم هو الحركة الجزء الأول من كتاب العلوم للصف الأول الإعدادي الفاصل الثاني فهيا نبدأ أهداف الدرس كالتالي التمييز بين كل من السرعة اللحظية والسرعة المتوسطة والسرعة المنتظمة ومن ثم التعرف على وحدة قياس السرعة وأخيرا كتابة معادلة حساب السرعة المتوسطة مع حل مسائل عددية فهيا نبدأ نشاهد في هذه الرسمة هناك نقطة بداية إلى الحركة ونقطة نهاية في الشكل واحد واثنان أعزاء الطلبة للتوصل إلى مفهوم السرعة نتأمل الشكلين التاليين جيدا نلاحظ في الشكل الأول أن الجسم قطع مسافة 6 متر خلال زمن مقداره 2 ثانية أما في الشكل الثاني فقطع مسافة 10 كيلومتر خلال ربع ساعة في الشكل الأول السرعة 3 متر لكل ثانية أما في الشكل الثاني ف40 كيلومتر لكل ساعة فما هي السرعة يترى؟ هي المسافة التي يقطعها جسم ما في وحدة الزمن وهناك ثلاثة أنواع إلى السرعة هي السرعة المتوسطة، السرعة اللحظية، والسرعة المنتظمة فهيا نتعرف على كل واحدة منهم وقبل أن نتعرف عليهم سنحسب السرعة ووحدة قياسها كما نعلم أن السرعة هي المسافة التي يقطعها الجسم خلال زمن معين ووحدة قياس السرعة في النظام الدولي هي متر لكل ثانية ممكن أن نعمل مثلث السرعة تساوي المسافة على الزمن نشاهد هنا أن السيارة قطعت مسافة عشر كيلومتر خلال ربع ساعة فالسرعة تساوي المسافة التي قطعتها قسم الزمن المسافة هي عشر والزمن ربع وبالتالي سيكون الجواب أردعين ووحدة قياس السرعة هي كيلومتر لكل ساعة لأن المسافة قطعة بوحدة الكيلومتر والزمن بوحدة الساعة والآن فلنتعرف على أنواع السرعة بداية سنبدأ بالسرعة المتوسطة والسرعة المتوسطة هي عبارة عن المسافة الكلية التي يقطعها الجسم مقسومة على الزمن الذي استغرقه في قاطع تلك المسافة نشاهد هنا راكب دراجة هذا الراكب ركب الدراجة وتسارع وتباطئ عدة مرات قد يكون توقف في بعض الوقت قد يكون زاد السرعة أحيانا وتباطئ أحيانا أخرى ولكن لحساب سرعته سرعته المتوسطة سنقسم المسافة المقطوعة على الزمن الذي استغرقه في قطعها أما السرعة اللحظية فهي مقدار سرعة الجسم عند لحظة محددة كما في عداد السيارة هنا نشاهد أن هذا العداد يعطينا السرعة في لحظة معينة في هذه اللحظة سرعة السيارة 60 كم في الساعة إذن يقيس عداد المسافة في السيارة المسافة التي قطعتها بينما يعطي مقياس السرعة السرعة اللحظية في لحظة معينة أما السرعة المنتظمة فكما نشاهد هنا يجري هذا الرجل بسرعة متساوية نشاهد هنا عنده واحد متر كان الزمن ثانية واحدة 2 متر ثانيتان وهكذا إذن قطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية هنا تسمى السرعة بالسرعة المنتظمة السرعة التي يسير فيها الجسم بسرعة ثابتة مع مرور الزمن أي إن الجسم يقطع مسافات متساوية خلال فترات زمنية متساوية وإذا لم تتغير السرعة اللحظية كما في الشكل أمامنا فإن الجسم يتحرك بسرعة ثابتة في هذه الحالة ستكون السرعة اللحظية تساوي السرعة المتوسطة نأتي الآن إلى حساب السرعة المتوسطة علمنا سابقا أن السرعة المتوسطة تقاس بالمسافة المقطوعة قسمة الزمن أو زمن الحركة نشاهد هنا أن الوحدة إلى السرعة المتوسطة متر لكل ثانية أما وحدة المسافة فهي متر والزمن ثانية ممكن اختصار هذه العلاقة بهذه الرموز عين تساوي ثا على ذا ووحدة السرعة قد تكون متر لكل ثانية أو كيلومتر لكل ساعة أعزاء الطلبة مستعينا بالمعلومات السابقة عن السرعة المتوسطة فلنطبق معا معادلة السرعة المتوسطة رياضيا لدينا هنا مسألة رياضية سرعة الدراجة وأنت تركب دراجتك احتجت إلى خمس دقائق للوصول إلى بيت صديقك الذي يبعد مسافة 150 مترا ما مقدار سرعتك المتوسطة؟ من خلال المسألة أمامنا نلاحظ أن هناك معطيين المعطى الأول هو الزمن خمس دقائق والمعطى الثاني هو المسافة وهي 150 مترا بداية هل هناك وحدة قياس إلى السرعة متر لكل دقيقة؟ لا إذن يمكن تحويل الدقائق إلى ثواني وكما نعلم سابقا أن الدقيقة الواحدة تحتوي على 60 ثانية وبالتالي في البداية تحويل الدقائق إلى ثواني لدينا خمس دقائق رح نضربها في 60 فتساوي 300 ثانية إذن الزمن هو 300 ثانية نأتي الآن لحساب السرعة ولحساب السرعة رح نعتمد على ثلاث خطوات الخطوة الأولى كتابة القانون السرعة المتوسطة تساوي المسافة قسم الزمن أو بالرموز كما نشاهد هنا رقم اثنين رح نأتي إلى التعويض المسافة كما أخبرتكم سابقا 150 قسم الزمن اللي أوجدناه 300 ثانية وبالتالي سيكون الخطوة الثالثة الإجابة هي نصف متر لكل ثانية ولا ننسى كتابة الوحدة وهي متر لكل ثانية أعزاء الطلبة بالإستعانة بالمعلومات السابقة أجب عن السؤال التالي لدينا سؤال آخر تقطع طائرة 1350 كيلومتر في ثلاث ساعات احسب سرعتها المتوسطة سنتبع الخطوات الثالثة الثلاثة التي ذكرتها سابقا أول خطوة رح نكتب القانون السرعة المتوسطة تساوي المسافة قسم الزمن ثم سنعوب عن المسافة بقيمتها وهي 1350 قسم الزمن وهو ثلاث ساعات وسيكون الناتج هو 450 كيلومتر لكل ساعة انتهى درسنا لهذا اليوم مع تمنياتي لكم بالتوفيق مع دروس أخرى إلى اللقاء